أهلا بحضراتكم من جديد طيب قصة كاس العالم الأندية إحنا الحمد لله الأهلي بيشارك في كاس العالم الأندية المرة السبعة في تاريخه إن شاء الله والمرة التانية على التوالي فالنهاردة الفيفا أعلن عن موعد البطولة اللي هو إمتى؟ قال لكاس العالم الأندية هتنطلق من الفترة من 3 فبراير لحد 12 فبراير 2022 في الإمارات هنا الأزمة وهنا المشكلة واللي مش عارفين حالها هتبقى إزاي وحقول له حربكم إحنا مش عارفين ليه حالها هيبقى إزاي بطولة الأمور الأفريقية هتقام في شهر يناير من 9 يناير ل 6 فبراير لو بإذن الله واحد أحد قدر المنتخب الوطني إن شاء الله أن يوصل لدور نصف النهائي فنصف النهائي هتكون المطش بتاعه يوم 2 أو 3 فبراير وبطولة كاس العالم الأندية إمتى؟ هتبتدي يوم 3 فبراير حلو؟ هتقول لي طيما هو لقدرنا ممكن نوصل نصف النهائي لقدر الله نخرج لأ ما إحنا لو خسرنا في نصف النهائي هنلعب على 3 و 4 فأنت مكمل لأنت مكمل اليوم 6 فبراير حلو؟ له بإذن الله بإذن الله يعني منتخبنا يكون موفق وإن شاء الله يوصل لنهائي البطولة وكمان يجيبها لنا بإذن الله يعني طيب ما هو الأهلي مفروض حيشارك في كاس العالم الأندية يوم 3 فبراير طيب الأهلي عنده كم واحد من لعبته في المنتخب في بعض الأحيان بنوصل لتسعة لعبة في بعض الأحيان ممكن يبقوا أكتر على حسب اختيارات كيروش طيب هتلعب إزاي كاس العالم من غير اللعبة دي؟ هتلعب بمين؟ بالناشئين؟ هتقول لي من قامت الأهلي ما شاء الله مليانة؟ لا طبعا فيش حاجة ما هي كده هتلعب في كاس عالم أندية هتلعب مع تشيلسي هتلعب مع بالميرس هتلعب مع الهلال السعودي هتلعب مع مونتيري مكسيك هتلعب مع أندية إيلة قوي 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 وإنت كمان في نفس الوقت أنت بتعب بإسم مصر؟ بتشرف مصر مش مصر بس ده أفريقيا كمان فبتحاول أن أنت تمثل مصر خير تمثيل فأنا مش عارف في الحقيقة ليه الاتحاد الدولي قرر أن البطولة تكون في التوقيت ده لكنها بس تنتج حاجة والله أعلم ده استنتاج مش معلومة ولا أي حاجة يعني الله أعلم ممكن يكون الاستنتاج إيه؟ ممكن إحنا عارفين سمعين من فترة اللي فاتت أن في احتمال البطولة بتاعت الأمم الأفريقية تتأجل لأن الكاميرو مش جاهزة وملعبها مش جاهزة ولسه ما جاهزهش نفسهم بالشكل التام عشان يستضيفه البطولة اللي المفروض خلال شهر ونص من دلوقتي أو أقل كمان من شهر ونص تمام؟ فهل الاتحاد الدولي عنده المعلومة دي بالتنصيق مع الكاف؟ ولا لا؟ طب هل هو نصك أصلا مع الكاف وما نصكش؟ فده الحاجة الغريبة جدا بخلاف لعبة الأهل الموجودة في منتخبت عندك بعض اللاعبين في الفرقة اللي بيمثلوا منتخباتهم في البطولة دي زي علي معلول ده عنصر يعني لاغن عنه مع منتخب تونس وبطولة الأمم أفريقية ممكن يوصل أدوار للنهائية عندك بدر بنون لو موجود مع منتخب المغرب لسه الله أعلم حيختاره ولا لا؟ لو موجود ووصلوا بمغرب منتخب تقيل قوي ممكن يوصل لنهائي البطولة ممكن يوصل لقابل النهائي حلو؟ عندك أليو ديانج لعبة تقيل جدا 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 ممكن يوصل أدوار الإقصائية مع منتخب مالي أو مش أدوار الإقصائية بس لا النهائيات يعني النص النهائي والنهائي فانت بتفقد ثلاث لعبة بيرسي توا مش موجود لأن جنوب أفريقية ما تأهلتش قوامك سوني مش هيكون موجود في الوطولة لأن موزنبيك ما تأهلتش فاهمت كان في ثلاث عناصر برضو موضوع مش مرتبط بس بلعبة منتخب مصر فمش عارف الحل في القصة دي ايه؟ تعال بقى لتشيلسي موضوع تشيلسي هيشارك في كاس العام الأندية إن شاء الله بإذن الله يقابله في النهائي يا رب عنده مين تشيلسي؟ عنده أهم عنصر في الفرقة أهم عنصر اللي هو مندي حارس المرمى ده حارس مرمى منتخب السنغال هل منتخب السنغال ده ضعيف هيخرج من الأدوار؟ لا طبعا ده من المؤكد أو شبه مؤكد وصوله لنصف النهائي على الأقل فهل تشيلسي ممكن يلعب البطولة من غير مندي؟ هتقولي ما هو تشيلسي ما يبتديش البطولة من الأول طبعه برضو ده حارس مهم حيبقى مجهد لو راح على أول مطش مباشرة لتشيلسي في كاس العام الأندية بعد ما يخلص مشواره مع منتخب السنغال في البطولة طب الحل في القصة دي إيه؟ أنا حقول لحضراتكم أنا تواصلت مع حد في الاتحاد الدولي مش خبير ولا حاجة وإحنا برضو بنعرف نتواصل مش كابتل عصان فتاح بس لا إحنا كمان جمدين يعني تمام؟ فسألت كده قلت لهم يا جماعة الحل إيه في القصة دي يعني؟ هل ممكن في حلول ولا بتاع؟ صعب يكون فيه حلول في الموضوع دي طب المطلوب إيه يا جماعة يعني؟ المفروض اللي يحصل قالوا لي لازم يكون فيه خطوات سريعة والنادي الأهلي يبعت الاتحاد الدولي ودي حاجات المفروض منها يعني يبصوا شلوة من دماغة وبتحصل أو هتحصل أو يعني الأهلي هو اللي هيعلي أنا مش بعلا لنا هم أعرفش لغاية دلوقتي الأهلي لازم هو اللي يعلي يقول لك إحنا بنعمل إيه الخطوات إيه في القصة دي عشان نقدر نشارك في كاس العام الأندية بفرقتنا كاملة عشان نقدر نمثل مصر بالشكل الأنسى فلازم الأهلي يبعت أسباب مقنعة للاتحاد الدولي لكرة القادمة الأسباب المقنعة إيه؟ إن أنا هشارك كده في البطولة نقص عدد كبير جدا من اللاعبين إن منتخب مصر قوامه الأساسي من لعبة الأهلي وده أمر واقع تمام؟ إن عندي عدد من اللاعبين المحترفين اللي بيمثلوا منتخباتهم في بطولة الأمم الأفريقية وده أمر حقيقي هل الفيفا هتوافق على الموضوع ده؟ أنا بقول له حضراتكم صعب جدا أتمنى إن هي توافق طبعا أتمنى لأن نفسي منتخب بلدي يوصل لنهاية أفريقيا ويجيب لنا البطولة نفسينا طبعا جدا جدا ونفسي الأهلي يوصل لنهاية كاس العالم ويجيب لنا البطولة اللي لأ يشرف مصر ويمثل مصر أحسن تمثيل يعني فحنستنى حنشوف إيه اللي هيحصل من إجراءات أو خطوات قد تحدث خلال الساعات القليلة جدا المقبلة وهيكون إيرد الفيفا وهالحن لقي مفاجأة إن ممكن البطولة يتم تأجيلها أو ترحيلها بسبب عدم جهزية الكاميرو البطولة الأمم الأفريقية مش بطولة كاسة عام اندية كاسة عام اندية صعب جدا يتلعب في معادة أقول له حرككم بالآخر صعب جدا يتلعب في معادة فده فيما يتعلق بالجزئية طب الأهلي معتمد على مين كمان في الموضوع ده أو هيعتمد على مين في الموضوع ده هيعتمد على المهندس خالد مرتاجي أمين الصندوق واللي عنده علاقات في الحقيقة خارجية ممتازة وأنا لمست ده بنفسي مع الفرقة في قطر في كاس العالم الأخيرة كنت موجود وشفت قدق الرجل ده علاقاته ممتازة جدا جدا مع أعضاء الاتحاد الدولي ومع كل من يمثل الاتحاد الدولي لكرة القدم وحالة الود والحب المتبادلة ما بينه ما بينهم وحالة التفاهم هل حيقدر يأثر في تغيير الموعيد؟ أنا بقول له حرارتكم صعب لكن حيقدر ينقل الصور حيقدر يوضح الموقف وحيبقى القرار الأول والأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يلي بقى ذلك حنشوفه وحنتبعه إيه اللي هيحصل بعد كده الله أعلم ده في علم الغيب نتمنى أن الأمور تتحل والدنيا تبقى في صالح الجميع لأن ده أمر مهم جدا ده فيما يتعلق بقصة كاس العالم وكاس الأمم الأفريقية هروح لفاصل بعدين نتكلم شوية عن بعض الأخبار التي تتعلق بالنادي الأهلي على السوشيال ميتيو استنونا